السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى الضغط الجوي المرتفع يسيطر على الوضع الجوية يكون من فوق به بريح شمالية شرقية ضعيفة نسبة رطوبة عالية كل هذه العوامل المناخية ستعمل على تشكل ضباب كتف خلال ليلة اليوم حتى بالصباح الباكر ليوم الغد يجب أخذ الحيطة والحذر لكل الإخوة السائقين خلال المهار بحول الله تبقى صحب سفلة تميز السواحل الوسطى وكذلك الغربية أجواء مشمسة بشمال الصحراء لغاية مرتفعة هوجار والتسلي تبقى بعض الصحب بدون فعلية نحو أقصى الجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب مع نشاط بعض الزوابات الرملية بأقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم لن تتعدى درجتين فقط بالمرتفعات 4 درجات بقسنطينا وسعيدة 18 درجات بسواحل باردة أيضا بشمال الصحراء الجنوب الشرقي ومرتفعات هوجار والتسلي ما بين 5 إلى 9 درجات في حدود 12 درجة بسحراء الوسطى و15 كعلى مقياس بأقصى الجنوب الحرارة القصوى خلال ضهيرة الغد تعرف بعض التراجع نحو سواحل الوسطى نتيجة لتواجد الصحب إذن ستقرب 19 فقط بالعاصمة 21 درجة بوهران وتلمساني 22 درجة بسكيك دابي عنا 20 درجة بتيزي وزوغ 13 إلى 16 درجة بالهدى بالعليا 19 بشمال الصحراء 26 درجة ستكون هذه المرة كآلة مقياس بوسط الصحراء بالتحديد بإنسالح البحر خلال يوم الغد سيكون جميل لقليل الاتراب ريح بعيفة خلال الصبيحة ضمن تيرات غربية شمالية غربية تكون أحيانا جنوبية غربية بسواحل الغربية لكن ستصبح سرعتها معتدلة خلال الظاهرة بسواحل الوسطى والشرقية بالنسبة ليوم الجمعة بإن الله نفس الوضعية الجوية استقرار في حالة التقس الضباب يبقى يميز المناطق الشمالية الشرقية إلى غير منطقة الواحد صحب عابرة بالنسبة لمنطقة تين دوف خلال الظاهرة يوم السبت بحول الله نفس الوضعية الجوية حتى درجة حرارة تبقى مستقرة على العمو احتمال بعض الأمطار هذه المرة نحو منطقة تين دوف أجواء مغشاة بشمال الصحرى ومنطقة السورة كذلك بأقصى الجنوب أما خلال يوم الغد تحسن من حيث الأمطار نحو منطقة تين دوف تبقى بعض السحب العابرة بشمال الصحرى والواحد وكذلك ضباب يبقى يميز المناطق الشرقية ومنطقة الواحد عن وقت شروق الشمس بحتى الغد على مساوى العاصمة ودواحيها سيكون في حدود الساعة السابعة صباح و 59 دقيقة والغروب على الخامسة مسار و 40 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة